يما سعد ميش صاير سعد سعد بليس يما جاعدين يتضربون الله اكخافي يكبير وكفور يكبير وكفور يخافي يمساعد واندجو كشف خبير التدمير الاماراتي بدر خلاق عن تعرضه لصدمة كبيرة بعد علمه بنقل سعد العطيبي والد ابنه رشراش إلى المستشفى وذلك عقب تعرضه لحادث تلقى بدر خلاف رسالة عبر تطبيق واتساب من تركي شقيق سعد العطيبي اخبره فيها بان سعد تعرض الى حادث ونقل الى المستشفى واستعرض بدر خلاف مع متابعيه عبر حسابه على تطبيق سينابشات تسجيلا للمحادثة التي دارت بينه وبين تركي العطيبي ليظهر صوته في التسجيل واضحا وهو يبكي ويتساءل عن سعد واضاف شقيق سعد العطيبي مخاطبا بدرية التي من المفترض انها بدر خلاف يا بنت الناس لا تصحين عليك بالدعاء هو في العناية المركزة الان ووصل بدر خلاف الى المستشفى التي دخلها سعد العطيبي ووصل تصوير نفسه ورد فعله وهو ينهار حتى سقط ارضا وفقد وعيه متم تركيب خراطيم المحليل في يده واوضح بدر خلاف التطورات الصحية لسعد العطيبي بعد التقاط صورة لزراعه من الداخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الملك فصل التخصصي ومركز الابحاث بالعاصمة السعودية الرياض وقال بدر خلاف طلعه من العناية بس بعده فقد الوعي قال لهم ايش في زوجي سعد وابعد عنه كل شر يا رب يا ارحم الراحمين يذكر ان بدر خلاف قد اعلن تحوله الكامل الى انثة مدعي انه ام الاربعة اطفال تلاتة بناته ولد واحد هو رشراش بينما تتناقض هذه القصة مع تاريخه كموزيع صابق وظهوره الاول على السوشيال ميديا قراغول وهو ما يجعل كاثرين يتهمون بفبراكة قصة بدرية واولادها التي يرددها دائما كما يتوقع البعض ان فبراكة هذه القصة بالكامل ما هي الا سطار للترويج لمنتجات التجميل التي يسعى بدر يخلف لوضعها وتتطلب اقتحام عالم النساء ترجمة نانسي قنقر